تلاحظ حمرار المياه التربة هنا والرمال ما هي الأسباب؟ نعم دكتور هذا الرمال سابقا كانت رمال نظيفة رمال جميلة يعني رمال تستطيع أن تجلس فيها وتستطيع أن تفترشها ولكن مثل ما تشاهد الآن أصبح المكان مملوء بالتربة الطينية اللزقة طبعا سبب هذه التربة ومصدر هذه التربة هي أنه قامت شركة من شركات المحاقر بعمل طريق للصعود إلى قبل الحوراء في إقامة محقر وعندما تنزل الأمطار وتنزل الشعاب تحمل معها أتربت القص الطريق وقص المحاقر إلى هذا الوادي وإلى هذا المكان الجميل فأصبح مملوء بالتربة الطينية نعم أما سابقا فكان لي هو مكان يعني خالي من الطين فهذا الطينة طبعا أثرت على هذه المياه وأثرت على الأشجار الموجودة فيه وأثرت على البيئة بشكل عام يعني نستطيع أن نقول أنها عملت لهو نوع من التلوث البيئي نعم فطبعا هذا الشيء نرجو فيه من المسؤولين أن يعيدوا النظر فيه وأن يحافظوا على هذه الأماكن وأن يحافظوا على البيئة وأن تكون إقامة هذه المحاقر مدروسة بحيث أنها لا تؤثر على البيئة نعم جزاك الله خير بارك الله فيك